تؤكد زيارات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة مدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتعكس التطلع الدائم للوصول بها إلى أعلى مستويات التنسيق والتكامل وما حققه التعاون المشترك من خطوات متقدمة على الصعودي كافة تشكل زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية تجسيدا حقيقيا لروح الشراكة الأخوية التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والقائمة على أسس وثيقة من وحدة الهدف والمواقف والمصير المشترك والحرص الدائم على ترسيخ الأمن والسلام والتنمية والتعاون المشترك بفضل رعاية واهتمام جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله ورعاهما اللقاءات الأخوية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي تحمل رسالة تأكيدية على مدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكتين وما حققه التعاون المشترك من خطوات متقدمة على الصعود كافة وفي تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التنسيق السعودي البحريني صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائما يؤكد اعتزاز مملكة البحرين بالإسهامات الفاعلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تبن المبادرات والفعاليات في مختلف المجالات وتأتي مشاركات سموه للأشقاء خير دليل على مدى فخر واعتزاز ووقوف مملكة البحرين إلى جانب شقيقتها على مر الأسمنة ترجمة نانسي قنقر